يعطيكم العافية ثامن اليوم يامس راحين نحل التدريب الأول والثاني والثالث لقاهدة الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة حكينا هي عبارة عن أبو، أخو، فو اللي هي الفم، حمو اللي هو الحمى، أبو الزوج وذو بمعنى الصاحب حكينا علامة رفع الأسماء الخمسة أو نصبها وجرها بتعتمد على شغلتين إذا كانت مضافة ليا المتكلم أو لإسم ماله ظاهر تمام؟ بهاي الحالة يكون مرفوع بإيش؟ بالألف منصوب بأسفة مرفوع بالواو منصوب بالألف ومجرور باليا إذا لم تكن مضافة تنصب وترفع وتجرب الحركات تمام؟ نيجي نشوف التدريب الأول املئ الفراغ بما يناسبه مما بين القوسين ساعد ساعد مين الفاعل؟ من الذي يساعد في تحضير دروسه؟ أنت هلأ، هون الجملة هاي جملة إيش؟ فعلية جملة فعلية بدت بالفعل ساعد ساعد ماشي، مين اللي بدو يساعد؟ أنت من الذي سوف تساعده؟ أخاك ولا أخوك ولا أخيك؟ رح نحكي أخاك لأنه أنا هون عندي بالفراغ رح يكون في عندي مفعول به والمفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة يا أبا راشد، متى رجع فراغ أخيك من السفر؟ ماشي، من الذي رجع من السفر؟ إيش هون منه؟ إنه منه بالفراغ فاعل والفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، إذن حمو لي، إذن عندنا هون لي حرف جر معناة هون دي يكون عندنا إيش؟ إسم مجرور والإسم المجرور، علامة مجرور وعلامة جره ليا لأنه إيش من الأسماء الخمسة؟ مثل أبيك الحق في معرفة منتو صاحب فراغ يقتل كلاما يتسم بالمنطق لما إنه عندنا هون أول الجملة معناته بدي مبتدأ والمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة فمنحكي فوكا يقتل كلاما يتسم بالمنطق استعن بي إذن عندنا هون البي حرف جر فبدي أنا اسم مجرور فاستعن بذي الخبرة في التخطيط للمشروع ضع يدك على فيكا لأنه أجي عندي هون برضو حرف جر فبدي وراء اسم مجرور ويكون علامة جره ليا لأنه من الأسماء الخمسة هاي بالنسبة للتدريب الأول نيجي نشوف التدريب الثاني بيحكي لك التدريب الثاني يا تامن عين الأسماء الخمسة فيما يأتي قال تعالى فلا تحسب أن الله مخلف وعده وعده رسله إن الله عزيز عذو انتقام إذن عندنا هون ذو انتقام إذن ذو قال تعالى كباصة كفي إلى الماء ليبلغ فاهو وهو ما هو ببالغه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب إيش؟ لأخيه ما يحب لنفسه ساعد ساهر أخاه في تحضير دروسه أبو العلاء المعري شاعر فيلسوف أبوه لأبويك عليك واجب البر والرعاية والرعاية الحسنة هل عاد أبوك من السفر؟ احذر فاكة أن يسبق عقلك فينطق بما لا يمكن تداركه بحكي لهم في عنا كلمات في عنا أسماء لماذا لم تكن بأسم من الأسماء الخمسة؟ نيجي نشوف هون تحية إجلال لكل أبن يقدر الحياة وينظر إليها بعين الأمل والتفاؤل هلأ الأسماء الخمسة لك تكون عارف حكينا أحيانا تكون مضافة وأحيانا لا تكن مضافة لم تكن أو غير مضافة طيب لما تكون مضافة بتكون اسم من الأسماء الخمسة لما تكون غير مضافة بتكون مش اسم من الأسماء الخمسة فهونا أب لم تكن مضافة لا لا اسم ظاهر ولا لا إبلا ضمير متكلم أو ضمير فبهاي الحالة هو مش من الأسماء الخمسة إنه غير مضاف يا منير أخواك أخواك هلأ أخواك مثنة فلأنها أجت مثنة هي ليست من الأسماء الخمسة نحن ورثنا عن آبائنا نحن ورثنا عن آبائنا هون جمع فليست من الأسماء الخمسة حضرت مع أمي وأبي وأبي مؤتمرا عن حقوق المرأة حضرت مع أمي وأبي أبي يامس أشمالها هاي المتكلم فهالإشي خطأ ما بصير الأب ينضم لأسماء ضمير متكلم أنتما ذواء ذواء هون ذواء بتحكي عن اتنين مسنة أكرم ذوك هون عنا ذوك جمع فقلنا لازم ما تكون جمع واضح يا سياء تامن حل الأسئلة يامس إن شاء الله بكم نأخذ الرابع والخامس والسادس بشوفكم على خير يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر